وفي سياق هذه السفاهة والقذارة تعالوا كي نشاهد ونستمع هذا حبيب الكاظم يخبرنا عن أن صلاتنا على محمد وآل محمد ترفع شأنه وكلما صلى مصل مننا على محمد فإن الله يقول له يا محمد أخرج من قصرك الذي أنت فيه في الجنان وانتقل إلى قصر آخر رجاء اعرضوا لنا فيديو السفاهة والسفالة والجهالة والقذارة بارك الله في المؤمنين حقيقة هذه من دواع الإيمان إذا رأيتم الإنسان يرفع صوته بالصلاة على النبي وآله كلما ذكر المصطفى فاعلم أن هذا الإنسان مبارك في إيمانه صلوا على محمد وغني عن القول قلنا الصلاة على النبي وآله دعاء دعاء من أفضل الدعاء إذا ذهبت لزيارة الحبيب المصطفى ارفع يديك إلى السماء وقل مرة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد ولكن قدم طلبا يا رب ارفع درجة النبي وآله لو أنه صليت على النبي وآله مرة واحدة في العمر لا أقول مليون مرة لا نريد بالضرورة حملة صلوات مليونية هذا شيء جيد ولكن إن صليت على النبي صلاة واحدة مقبولة ماذا سيحدث ماذا سيحصل النبي في عالم البرزخ مع الأئمة عليهم السلام 11 إمام للإمام العسكري عليه السلام يأتي الخطاب من رب العالمين أيها المصطفى ترق من هذا القصر هيئنا لك قصرا أوسع وأرحب وأجمل لا لك لعلي وفاطمة وذريتها يا ربي ولم يأتي النداء فلان عبد في وعلى وجه الأرض صلى عليك صلاة قبلنا منه هذه الصلوات يا رسول الله رفعنا لك الدرجات ماذا تقولون لهذا الغبي أنا لا أريد أن أعلق على هذه السفاهة على سفاهته هو وعلى سفاهة الناس الذين يرفعون أصواتهم أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد لأنهم معجبون بهذا الهراء وبهذه الجهالة محمد المعظم الأعظم صلى الله عليه وآله يحتاج إلى صلاة عليه وعلى آله الأطهرين كي ترتفع درجته أي غباء هذا أي غباء هذا ومن هذا الغبي إلى غبي آخر إلى محمد الشيرازي فالإشكال كان مشهورا أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا نصلي عليه هل ينفعه الجواد نعم ينفعه النبي ينفعه صلاة نعم النبي ينفعه صلاة النبي له في الآخرة لنفره مليار دار قلتس اللهم صلى على محمد وآله محمد الله أضاف عليه دارا أخرى له مليارات من الأنوار الله أضاف عليه نورا آخر في هذه الغرفة مئة دلوب نصبحتها رضائي أضفنا عليه نصباحا الماديات والمعنويات قابلة للتساعد حتى النبي يحتاج إلى التثبيت وقالوا ليلى مزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنصبت به فؤادك ورطلناه ترتيلا نحن الآن بحاجة إلى أن نسكب في أنفسنا هذا النوع المتساعد من الإيمان نحن نحن هؤلاء هم المراجع وطوسيون اللحناء ينشرون ضلالهم في رؤوس الشيحة الديخيين من أتباعهم هذا الغبي يقول من أن صلاته على النبي وآله الأطهر تنفع النبي من أنت وما قيمة صلاتك حتى تنفع النبي هؤلاء أغبياء أغبياء بتمام معنى الكلمة نحن نقرأ في سورة الأنبياء وفي الآية السابعة بعد المئة بعد البسملة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالمِينَ العالمون وَمُّذَكَّرٍ سَالِمْ مُعَرَّفٌ بِالْأَلْفِ وَالْلَامِ هذا التعبير يحيط بكل العوالم عالمون جمع لعالم هذا التعبير تعبير استيعابي يستوعب كل العوالم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين هذه رحمة مرسلة من الله قطعا ستكون بحسب القابل هذه رحمة ستسع كل العوالم هذه هي الرحمة التي وسعت كل شيء الرحمة التي تسع كل شيء هل نستطيع عقلا أن نصدق أو أن نقبل من أنها ستكون بحاجة إلى رحمتنا هي رحمة نازلة علينا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين العالمون جميعاً جميع العوالم في عوالم الشهادة وعوالم الغيب في عوالم الطبيعة وعوالم النور والمعنى في العوالم العلوية وفي العوالم السفلية في الملأ الأعلى وما بعد الملأ الأعلى كل العوالم هذه داخلة في هذا التعبير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمون هم هم الذين نذكرهم في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالم كل العوالم من أولها إلى آخرها من ظاهرها إلى باطنها ومن باطنها إلى ظاهرها الرحمة المرسلة من قبل الله إليها وهي رحمة محيطة مستوعبة لهذه العوالم تتمثل بهذا العنوان محمد محمد رحمة العالمين صلى الله عليه وآله هذه الرحمة التي وسعت كل شيء هل هي بحاجة إلى رحمتي من أنا حتى تكون الرحمة التي وسعت كل شيء بحاجة إلى رحمتي كي أوسعها أكثر هذا الكلام مرفوض عقلا لأن الرحمة نزلت بحدود القابل لا زيادة لا مجال للزيادة إذا افترضنا مجال لزيادة هذا خلل في عطاء الله خلل في حكمته فهو قد أفاض على العوالم هذا بما لا يناسبها برحمة ناقصة تحتاج إلى زيادة من قبل أفراد تلك العوالم الذين هم بحاجة إلى تلك الرحمة النازلة أي منطق هذا أي هراء هذا هؤلاء لا يفقهون الكتاب ولا يفقهون الدين جموع من البغال والحمير يفرض على الشيعة أن يقدسوه وشيعة مسخرة مسخرة هؤلاء الشيعة مسخرة مسخرة بتمام المعنى إلى سفيه آخر إلى سفيه آخر يحدثنا عن أن محمدا صلى الله عليه وآله كان يعاني من نقص في الحنان إنه مرجع من المراجع الكبار بشير النجفي الزهراء صلى الله عليه في حياته المقتصرة تمكنت من تجسيد وظائف المرعة كبنت في بيت أبيها كانت صلى الله عليه بنتا هذا وفية حنو حنية حنونة وفية على أبيها ومها رغم أنها فقدت أمها أم المؤمنين خديجة صلى الله عليه في تفولتها في تفولتها لأن أمه صلى الله عليه وعليها كتوفيت وهو هذا الرضيع هذا فيها أحضان أمه وإذن هذه هذه زهراء صلى الله عليه وفرت للنبي ما فقد هو بموت أمه حنان لهم ولذلك لقبها النبي صلى الله عليه مجمال هؤلاء هم مراجع للعظام شينها الخير أم أبيها هذا المضمون العميق والعميق جدا يتحدث عن بهذه الطريقة تقول أمديننا عجوز تخطب إنا وحده من الجيران تسول فينا عن ابنية حبابة خوش ابنية مؤدبة بتناس شون الخرط هؤلاء هم مراجع العظام وطيح تلحظ مستمر وعلى هالرن طيح نش ناعم تعالوا تعالوا اسمعوا هذا العملاق إنه عملاق المرجعية السستانية رشيد الحسيني وخصوصا ونحن في ضيافة سيدنا السيدة الأستاذ السيد رشيد لابد 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 وتفسر الآيات من قبل المفسرين أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب إذن ما الذي جعله أن يكون بهذه المرتبة العظمى ونبي الأنبياء وخاتم الرسل ما الذي جعله للأموال للعلم للجاه ولا العشيرة ولا أي نحو من هذه الأنحاء إذن يبقى شيء واحد هو الذي رشحه أن يكون نبيا وهو أنك لعلى خلق عظيم خلق النبي مناقبه أخلاقه لا أعلق على هذا الهراء وإنما أترك التعليق لكم سفاهة لا تشابهها سفاهة هكذا يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو الواقع الطوسي القذر الوسخ النجس السفيه التافه من مرجعه الأعلى إلى أصغر عمامة في هذا الجو القذري بتمام معنى القذارة هل هناك من فارقا بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي هل لمستم فارقا؟ هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان خطبة أمير المؤمنين في الكوفة بين خواصه ذكرتها مرارا وكرارا في الحلقات المتقدمة أقرأ شيئا يسيرا منها في الصفحة السادسة والخمسين وبداية الحديث في الصفحة الخامسة والخمسين إنه الحديث الحادي والعشرون ثم أقبل بوجهه أمير المؤمنين في الكوفة ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال قد عملت الولاة قبلي من هم الولاة قبله؟ أبو بكر عمر وعثمان قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته إلى آخر كلامه هذه هي حقيقة السقيفة بني ساعدة ومخرجاتها مخرجات السقيفة بني ساعدة هي هذه وهذا الكلام يحكم بشكل واضح على الحقائق التي مر ذكرها هذا كلام أمير المؤمنين في تقييم سقيفة بني ساعد قد عمل الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه وهذا بالضبط ما جرى في رزية الخميس ألم يخالفه عمر متعمدا لخلافه حينما رفض مع الصحابة الذين معه رفضوا أن يكتب لهم رسول الله كتابا عاصما لهم للأمة من الضلال هل هناك تعمد في مخالفة رسول الله يكون أوضح من هذا ومن هنا فإن أحاديث العترة صحيحة تحمل الحق في نفسها قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته هذا ما يخص سقيفة بني ساعد أما ما يخص سقيفة بني طوسي الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئة إنه الحديث السابع نقلاً عن احتجاج الطبرسي الرسالة الأولى التي وردت من الناحية المقدسة إلى المفيد سنة أربعمية أو عشر للهجرة ماذا يقول فيها إمام زماننا فإن يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم الخطاب إلى مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم سنة أربعمية وعشرة للهجرة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ألا تلاحظون أن المضامين واحدة وأن العواقب واحدة وأن النتائج واحدة فما قرأته من الكافي كان تقييماً من أمير المؤمنين لسقيفة بني ساعدة وما قرأته من رسالة إمام زماننا إلى المفيد كان تقييماً لسقيفة بني طوسي للطوسيين هذا هو الواقع بين أيديكم والحقائق عرضتها ولا زلت أضعها تباعاً أمام أعينكم لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني وإنما أقول لكم احترموا عقولكم وابحثوا في أمر دينكم وتأكدوا من هذه الحقائق التي عرضتها ووضعتها بين أيديكم نذهب إلى فاصل